وزارة التعليم والتي أكدت اليوم من خلال وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد علي الشيخ على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود وسمو ولي عهد الأمين حافظهم الله بالنهج الجماعي والتشاركي والتعاون الدولي بوصفه السبيل الأكثر فعالية لمواجهة الأزمات العالمية وأهمية ذلك في الأوقات الحرجة والحساسة جاء ذلك خلال كلمة في حاطته الإعلامية اليوم بعنوان استمرارية التعليم في أوقات الأزمات ضمن قمة دول مجموعة العشرين كما استعرض مع الوزر التعليم كذلك التعليم خلال جائحة كورونا وصورة المشهد غير المسبوق في عمليات الإغلاق في جميع إنحاء العالم الذي أدى إلى خروج 1.6 مليون طالب خارج المدارس بسبب الجائحة وكذلك أولويات وزارة التعليم في قمة مجموعة العشرين حيث تركزت أولويات الوزارة في التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة كأساس لتطوير الكفاءة العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين والتدويل في التعليم وضمان استمراريته في أوقات الأزمات فضلا عن استجابة المملكة للأزمة والتحديات التي واجهت التعليم طبعا أكد كذلك أن التعليم عن بعد لم يكن مفهوما جديدا في المملكة وذلك باستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة في التعليم الجامعي قبل أكثر من 40 عام ووضح كذلك أن النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم لم تكن مستعدة لهذه الأزمة ولضمان استمرارية العملية التعليمية في المدارس للطلاب والمعلمين فقد أرجعت الوزارة إعلانها عن الخطط حتى نهاية الفصل الدراسي بالفعل كالكبد الحكيم وكما بين كذلك معالية الدكتور حمد آل الشيخ أنه قبل ثلاثة أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيف كورونا بدرجة وباء أغلقت أو أغلقت وزارة التعليم مقرات المدارس في جميع أنحاء المملكة واستكمال العملية التعليمية في صباح اليوم التالي على شبكة الإنترنت لجميع الفصول الدراسية بصورة كاملة في التعليم العام والتعليم العالي وكانت نظم إدارة التعلم مستخدمة بالفعل تقريبا رغم ما تطلبه الأمر من قدرات وموارد عالية لاستيعاب هذه المهمة وبهذا الحجم الكبير وكذلك في هذه الظروف الاستثنائية صحيح اللي احنا متأكدين منه أن وزارة التعليم ما شاء الله نجحت في إدارة التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي يعني بعض المشاكل الفنية لا تذكر لكن العنوان الأبرز هو نجاح المملكة والوزارة بالتحديد في إتمام العملية التعليمية من خلال هذه المنصة ومن خلالها يعني راهنت الوزارة على أن بعد كورونا ستكون هناك يعني بعض الأوقات اللي ستستخدم في منصة مدرستي نظرا للنجاح الباهر اللي حققتها بالفعلة تحكيم وأنت كذلك يعني معلم وأنت خير من تتكلم عن هذا الوضع يعني كثير من المعلمين وكثير من الأباء والأسر يعني أكدوا وأشادوا بدور الوزارة الكبير في تحقيق عملية التعليم عن بعد وفي نجاحها كذلك في تسير كافة السبل لمواجهة هذه الجائحة واستمرار عملية التعليم وكذلك عدم توقفها بأي شكل من الأشكال كذلك نشير إلى الدور الكبير الذي لعبته الجامعات السعودية في استمرار التعليم عن بعد من خلال مصات التعلم الافتراضي اشتركوا في القناة